نبدأ أول شي بأرخص مايك فيهم اللي هو لينس جو كادي 95 تمام المايك بسيط جدا بيجي بالبكيج تاعه او جو الكارتونة كابل ال xlr ومع البكيج بيجي الستاند والادابتر اللي بركب المايك على الستاند هلا أنا موطي صوتي ليش لأنه هذا المايك جدا حساس وبدك تحكي من جهة اللوغو في جهة مكتوب عليها اللوغو لينس جو بدك تحكي من هاي الجهة لأنه إذا لفيته مش من وراه مش شغال من وراه هو شغال من هاي الجهة عم بيستقبل تمام فخلينا ألفه علي اوكي جود هيك احنا مكملين هلا مش هنأحكي بنبرة الطبيعية بقدر أعطيه أمر انه يقلل حساسيته ناقص 10 دي بي 10 دي سبل فبكبسها وراح يقل حساسيته 10 نقاط نحكي 10 درجات فهلا بتنتبهوا ان الصوت وطي فأنا بقدر أحكي بنبرة الطبيعية زي هيك المكان عندي لسه مش معزول الصوت فراح تسمع شوية صدا ما عندي مشكلة ما رح أعمل معالجة للصوت نهائي بهذا الفيديو حتى تشوفوا التجربة قدامكم ففي كبسة بس كبسة واحدة بتنقله بتقلل حساسيته سالب 10 دي سبل هلا في كبسة ثانية اللي هي بتعمل الغاء للضج الخفيف اللي هي زي الكوندشن فخلينا أشغلها او المروحة او صوت خفيف زي أنا هلا عندي بالخلفية صوت خفيف حفريات وكذا قريب من المكان بس بدي يشتغل الكوندشن وبدي أرفع حساسيت المايك أرجحها صفر فبدأ بطي صوتي يمكن سامعين هلا صوت الكوندشن فهاي الفلتر مطفي الفلتر اللي بلغي الأصوات الخفيفة هلا بدي أشغله ما بعرف إذا فيه صار فرق عندكم او لا بنصح انه تحضروا هذا الفيديو وانتوا لابسين سماعات هلا في نويز أكيد لأنه هو على حساسيته الطبيعية هلا بدي أخليها سالب عشرة فأكيد النويز راح تقل لكن بقدر أرفع صوتي وكمان شغلة بدي أنوه عليها حبايبي إذا بدكوا تستخدموا مايكات بودكاست او مايكات كوندنسر كونوا قريبين منها قدر الإمكان أنا متفاهم فكرة أنه أنت بدك تصور فيديو لحالة كنت عم تحكي وبدك تبعد المايك عنك مشان ما يبين بالفريم بسيك أنت ما استفدت منه مايكات الكوندنسر او للبودكاست الاخره حرفيا بدي يكون بينك وبين المايك تقريبا يمكن 2 سانتي 3 سانتي فأخذوا هاي النقطة بعين الاعتبار حبايبي هلا بدي أعمل أكمن تجربة قدامكم أنا ضاوي الكوندشن مشغل اللوف نويز أو اللوف ريكونسي فيلتر وبسالب عشرة ديسابل بدي أجرب أكتب على الكيبورد الكيبورد لعندي مش ميكينيكل سايلنت زي تعون لابتوبات تمام هاي كبست الماوس وهي بدي أكتب على ورقة هلا بدي أعمل تجربة بسيطة بس مشان يبين حساسيته بدي أجرب أفتح كيس الفستق هاذ اللي كنا منحبه بدي أفتحه من قدام المايك من ورا رح يكون ضعيف لكن من قدام رح يلقط الخرخشة أنا آسف إذا عم بزعج حدا زيه ما رح يبين الصوت غير إلا إذا فتحت شفافي وبين صوت المظري فبس مشان تشوفوا تجربة ممكن ما تسمعون نهاية هيك أتوقع كافي بالنسبة للينسكو كادي خمس وتسعين خلينا نرفع درجة هسه وننتقل للكادي ستة وتسعين نحكي هلا عن مايك لينسكو الكادي ستة وتسعين إذا ملاحظين أنا عم بهمس وبعيد عن المايك لأنه جدا جدا حساس فبدي أعمل استهلب عشرة على نفس الكابس اللي على الخمس وتسعين فهلا بقدر أرفع صوتي شوي هونه ممتاز لسه عم بضرب شوي عندي على الكاميرا فبدأروح على الكاميرا وأعطي أمر أنه يخفف الصوت من درجتين عبين ما يصير الصوتي ممتاز وأحكي بالنبرة الطبيعية لأنه أنا هلا حد هسه لسه صوتي واطي تمام مشان أحكي بنبرة طبيعية هلا نزلته على الكاميرا نص درجة إنها تستقبل الإشارة منه أقل من الطبيعي فنزلته نص درجة تقريبا على الكاميرا هلا على الكاميرا ما بعرف كيف تتعامل هي مع الديسبل مع الدي بي كل درجة تعتبر واحد دي بي أو لا لكن في نقاط أنا نزلتها نص نقطة بكل الأحوال هيك أتوقع الصوت ممتاز وأنا عامل السالب عشرة أنا مشغلها إذا بتكون تنتبهوا إنه المايك هذا حساس جدا أكثر بكثير من 95 غير هيك اللون بيجي على كامل البدي تاع المايك فهذا كله لون أصفر في منه اللون الأحمر والأسود الخمس وتسعين بيجي بس رنق حوالين المايك وغير هيك هذا بيجي مع الستاند والشوك مونت اللي هو بمتص الصدمات هلا شو بضيفة المانع الهتزاز هذا أو مانع الصدمات اللي هو لما أنت تصور على ستيج أو أنت عم بتصور وشابك الستاند على الطاولة مباشرة وبتشتغل على الطاولة بنفس الوقت زي هي الحفلات أكثر إشي إذا كنت شابكه على ستاند وفي حدا عم بمشي لدرمر وهو عم بضرب فهي الصدمات كلها بتنتقل للستاند بعدين بتروح على المايك فهذا هو هدف الشوك مونت أبزوربنت مش لكل الناس بيحتاجوا يعني أظن بالبودكاست حتى لو أنا عندي هذا المايك رح أشيل الشوك مونت رح ألاقي طريقة أني أركب المايك مباشرة لحاله فمشي كثير أنا بخدمني في البودكاست إلا إذا أنا بحكي وبنكبس أو نشتغل أو بعمل ورش على الطاولة نفسها أو زي شيف ما بعرف إلها حالات أكيد لكن البودكاست ما أتوقع لها سبب يعني نادرا ما أتقر إيدي فيه أو أني أخبط على الطاولة فهي هدف هاي القطعة لشكل غريب زي التاج غير هيك بيجي معا نفس كابل الأكسل آر لثلاث ونصف ميلي الأوديو العادي ما في إشي ثاني بيجي بالكارتونة الستاند والشوك مونت بيجوا بالباكيج فخلينا هلا نعمل تست مثلا للنويز اه اللو فريكونسي لسه أنا مش مشغلها في صوت حفريات أنا عندي بره المكان الشبابيك لسه مش عاز للصوت في صوت صدى فبس يشتغل الكندشن وبدي ألغي السالة بعشرة يعني بده أرجع حساسيته الطبيعية وأوطي صوتي يمكن سامعين صوت الكندشن هلا بدي أشغل فلتر اللو فريكونسي يمكن يعمل عزل هلا ما بعرف إذا بيعتبر الكندشن لو فريكونسي يعني زي صوت المروحة أو هاي تعتبر لو فريكونسيز موجات صوتية واطية التردد أو قليلة التردد ما هي الفرق قدامكم بدي أشغل الكيبورد ماوس واكتب على الورقة واختبار الفسلوك اوه كثير عالي كثير حساس كثير حساس اطف الكندشن اطف الكندشن بعد ذلك سوف أخرج صوت و أقرب ثمم المايك من المايك يعني هكش فر فيه تجربة واضحة بالنسبة ل لينز جو كيدي 96 هلا بدنا ننتقل البراند ثاني لهو مايكات الرود ننتقل هسا البود مايك من رود بدنا ننتقل لشغلة حبابي الصوت كثير واضي فرح أحتاج أني أروح على الكاميرا لأنه أنا شابك على الكاميرا مباشرة XLR لأوديو الكاميرا فبدأرفع الاستقبال تاع الكاميرا لإشارة المايك تمام بعديها بكمل بالفيديو فأنا هلأ أعطيت أمر للكاميرا تستقبل الإشارة أعلى من المايك رفعتها درجة يعني بس بدي ننتبه لشغلة أنه هذا المايك حبابي ما بيجمعه بالكرتونة ولا إشي بس المايك نفسه لا كابل XLR ولا ستاند ولا إشي ليه لأنه هذا المايك مش لناس أول مرة بدأت تعمل بودكاست هذا اللي عنده ستوديو بيسجل صوته جاهز وكل إشي تمام وضعه لكن بدي يزيد مايك أو بدي يعمل أبغريد بدي يرفع المستوى شوي فبدي تنتبهه بوزنه كثير ذقيل يعني أنا اضطريت أحطه بهاي الطريقة على هذا الستاند لأنه إذا خليته جنابي رح يوقع ما رح يتحمل فالمايك كثير كثير ذقيل إذا بضرب واحد فيه بفشخه رسمي مش زي تعون اللينز قو هذو لاك بلاستيك لكن هذو جسمه بالكامل من الحديد أو الألمنيوم بس واضح إنه أذقل بكثير وغير هيك لو سكتت يمكن تنتبهه إنه ما في نويز زي المايكات اللي قبل ما في عليه أي كبسة طبعا ولا أي إشي فهيبدأ أشغل الكندشن ما بتقدر تعمل فيه أي شي غير إنه أنت تلفه بس يعني ما في عليه كبسات ولا أي دلالة ولا إشارة ولا إشي الكندشن هي يشتغل فما بعرف إذا الصوته طالع والكندشن شغال بدأ أكبس على الماوس وفيه صوت حفريات بره هاي الكيبورد وفيه حد عم بحفور كمان بالحيط جيراننا يمكن وهي صوت كتابة وهي آخر شي الفستق نطفي الكندشن مشان نبين صوت الفستق نعمل مقارنة حقيقية على الشاشة مش معطيني إنه عم بوخد صوت القرشة فمن اسمه بودمايك أتوقع هذا مخصص للبودكاست والراديو والآخري لكن التكلفة هون أضعاف اللي كنا فيه على اللينز جو وغير هيك بدك تحسب حساب الستاند أو الإكسل آر إذا أنت ما عندك أي شي من هاي الأكسسورات من قبل هلا بدنا نختمها آخر شي بمايكات الرود انتي يو اس بي وهذا المايك انتوا شفتوني باستخدمه بمحاضرات الأونلاين دورات الأونلاين حتى في فيديوهات اليوتيوب الفوتوشوب إلى آخره فهذا المايك أنا بستخدمه بشكل رئيسي لكن هو مش مخصص للبودكاست هو إشي جداً احترافي للمعلقين الصوتيين لما أسجل عليه ساوند إفكتس للستوب موشن وغير هيك هدف الرئيسي كان منه أنه هو يو اس بي ما بتوصل على إكسل آر هذا كابل يو اس بي بتوصل على اللابتوب وبشبكه على أدوبي أديشن أو أدوبي بريمير مباشرة فهذا هو الهدف الرئيسي منه فيه نسخة منه نزلة جديدة اللي هو انتي يو اس بي بلس البلس بيكون من تايب سي لتايب سي لأنه هذا المايك اللي هو أظن زي طابعة الماكرو اي ناسي شو اسمها ليو اس بي عادي انتي يو اس بي بلس بيكون من تايب سي لتايب سي هذا الفرق الأول والثاني بيكون بدعم برنامج روت كوننكت فهاي بتفرق محهم اللي مهتمين ببرنامج روت كوننكت يو اس بي العادي ما بشبك على روت كوننكت يعني هاي أنا انتبهت لها لما نزلت التطبيق عاد عن هيك ما في أي فرقات ثانية غير اللون الأزرق اللي موجود عليه لكن بشكل رئيس الانتي يو اس بي بيجي معاه اللي هو البوب فلتر البوب فلتر لما تيجي تحكي أحرف فيها نفخ زي البي لما تحكي حرف البي تعطي نفخة بسيطة فالبوب فلتر بلغي هاي النفخة في الكلام لكن هذا المايك زي ما حكيت حساسية جدا عالية وثانيا بسمع صوتي وانا بحكي ففيه مخرج للسماعة وبيساعدني بالمونتاج هذا هدفي الثاني منه فيه أمبليفاي بقدر أعلي درجة الصوت إذا نعم بمنتج وبيدي أسمع أصوات ضعيفة على اللابتوب بشكل العادي أو بالسماعات العادية فهو بعمل أمبليفاي للساوند اللي أنا بسمعه مش للمايك نفسه المايك نفسه ما بقدر أغير السنسيتيفتي من هون أو حساسيته هاي هي فكرتهم ما بيجي معاه ستاند بيجي معاه كابلو والترايبود الصغير مشان نتحطه على الطاولة بس ما بيجي معاه ستاند فبتكون تنتبهوا لهاي النقطة فهذا أغلاهم سعرا لكن مش للبودكاست ننتبه لهاي النقطة عاد عن هيك اللي بيهتموه للمونتاج رح يفيدكم إذا بدك توصله على اللابتوب مشان تستخدم الاوديو انترفيس اللي بنزل كسوفتوير على اللابتوب لبرنامج البريمير أنا بسجل مباشرة صوتي على بريمير أو هسا عم بسجل صوتي على Adobe Edition فهذا بفيدك عاد عن هيك صراحة ما في داعي إنك تنتقل إله إذا بدك إشي بروفيشنال أظن البود مايك كافي وزياد يكون إلك بالنسبة للتست الصوت أنا كثير قريب منه المايك من جهة اللوغو بأخذ الصوت من جهة اللوغو هاي مكتوب هون رود من هون بأخذ الصوت الكيبورد يعني رح يلغي الإشي اللي ورا ما في صوت للكيبورد يمكن خفيف ماوس والكتاب نفسه يعني ما في اختلاف كثير هذا الصوت هلا رح يبين يمكن عندكم ما أتوقع رح يأخذ الصوت بالحساسية زي اللينز جو اللي قبله لأنه مبين عندي إنه معشرات الصوت خفيفة حتى النويز قليلي أقلب كثير من المايكات اللي قبل أتوقع ختامه رح يكون إنه إيش بحاشتك أنا بالنسبة لي كاليو أتوقع رح أستخدم اللينز جو اللي خمس وتسعين ما رح أضطر على ستة وتسعين مش محتاج الشوك مونت ولا الحساسية الزيادة للبودكاست هذلك يمكن للـ ASMR إذا بدك تعمل فيديوهات الأكل في لها مصطلح مش عارو شوه صراحة أريدك صوت جدا جدا حساسي الـ Rode أنا بستخدمه إلي أكثر من سنتين صراحة بستخدمه بالمونتاج مش بالتسجيل الصوتي أكثر إشي وإذا حتيشت أسجل بسجل صوت يمكن محاضرات الأونلاين دورات الأونلاين بسبب إنه أنا قادر أسمع منه يعني أنا فكرتي إنه أنا قادر أسمع الصوت منه فهو كأنه إكستينشن واصل لعندي الصوت وبعمل أمبليفاي لما منتج فهم بسف القرار إليك إنه إيش محتاج تشتري هتوقع اللينز جو خيار آمن وجدا ممتاز بالنسبة لسعره ما فيه كبسات زيادة مش محتاج السوفت وير بتوصل XLR على الكاميرا مباشرة فبريحني بالمونتاج إذا بدك يشي على شوي أظن البود مايك ممتاز لكن أصلا دكون عندك ستوديو يعني بدك وصلات XLR إليه ستاندات السوفت وير هذا ما بشبك على الـ Rode Connect صحيح في منه نسخة جديدة بود مايك يو اس بي بتشبك على الـ Rode Connect بيكون فيه مخرج تايب سي للابتوب لكن هذا XLR فما بعرف أنا مش خبير جدا بالصوت بدي ننتبه لهذه القصة يعني أنا شغلت بالتصوير أنا إلي بدي أعمل زي بودكاست أتوقع هاي المايكات رح تكون جيدة كبداية إذا بدي أعمل أبغريد يمكن أنطلق للـ Rode USB لأنه أشبكه على الابتوب وبوزع الأصوات وبريح حالي لكن عاد عن هيك أتوقع الـ Lens Go الكادي 95-96 ممتازات وزيادة بكل أحوال إذا عندكم أسئلة أو استفسرات أو معدات بتحبوا نحكي عنها بالفيديوهات الجاي تقدروا تبعثوا لي على الفيسبوك وإنستغرام ممتازات وإنستغرام أتلي يود وتحماتي تذكروا دائما أن كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر